اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وزباقات القدرة اكد ان العديد من الاهداف تحققت من توقيع الاتفاقية بين الاتحاد ومؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم بدولة الامارات العربية المتحدة من خلال البرنامج التدريبي الذي دشنه الاتحاد في الفترة الماضية الهدف الى بناء عمل انساني مميز وتأهيل الاطفال الذين يعانون من التوحد واوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نتعاون البناء مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم نابع من حس المسئولية المشتركة بين الاتحاد والمؤسسة مع المصابين بمرض توحد وهو ما يجسد التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه وابدا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ارتياحه بسير البرنامج وفق الرؤية التي وضعها الاتحاد من خلال تقصيص ايام لتدريب وتأهيل الاطفال الذين يعانون من التوحد وهو الذي يؤكد العمل الدؤوب من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة وحرصهم على تقديم كامل الدعم للمشرفين على البرنامج من جانبه عرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن تقديره للدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لبرنامج تأهيل أطفال التوحد مبينا أن هذا الدعم والاهتمام والمتابعة من سموه له الأثر الكبير في بذل الجهود والسير على تحقيق المزيد من الأهداف وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة أن الإقبال المميز على البرنامج دلالة واضحة على تحقيق الأهداف ضمن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة مبينا سموه أن المزيد من التعاون بين الطرفين سيكون خلال الفترة القادمة من خلال السير على تحقيق كامل أهداف الاتفاقية تطبيق على أرض الواقع وترجمة للتعاون الوثيق بين الاتحاد الملكي للفروسية وأسباقات القدرة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين الرمية إلى تحقيق التعاون البناء في مجال العمل الإنساني وتأهيل الأطفال الذين يعانون من التوحد توجيهات سديدة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفقري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تحقيق الأهداف المدرجة ضمن الاتفاقية وهو ما عمل عليه الاتحاد الملكي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة من خلال تشكيل فريق عمل يضم نخبة من المدربين أصحاب الاختصاص لتأهيل الأطفال الذين يعانون من التوحد استفادة كبيرة بعد تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع والتي تحولت إلى حلم في تأهيل الأطفال عبر رياضات الخيل التي شكلت نقلة نوعية وجاذبية خاصة لدى الأطفال رؤية حكيمة ونظرة ثاقبة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتوجيه سموه الاتحاد بتوفير الاحتياجات الكاملة للفريق المشرف على البرنامج التأهلي ووضع اللبنات الرئيسية لهذا البرنامج والذي أتى بثماره من حيث الاستفادة الكبيرة لدى المشاركين حيث يشهد البرنامج تدريبات أسبوعية للأطفال في مجالات مختلفة منها ركوب الخيل وغيرها طبعاً احنا أطلقنا اتفاقية بين الاتحاد الملكي للفروسية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم هي تبادل خبرات بيننا وبين مؤسسة في العلاج أطفال طيف التواحد بالخيل طبعاً هذه مبادرة احنا أطلقناها ومن دعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد نحنا نستقطع بالأطفال طيف التواحد من برع ويسجدون عندنا ونعالجهم بالخيل احنا طبعاً أثبت الدراسات وبحثنا في هاي الأمور ويوم طبقنا شفنا العلاج وكفاءة العلاج وشفنا التغيير في الأطفال ما شاء الله يعني كلها شيء إيجابي قاعد نشوف الإيجابيات من البرنامج ما شفنا سلبيات لحد الحين الحمد لله رب العالمين والخيل يعني خير ساعدت الأطفال على العلاج نفسه وقاعد ساعدنا في ويد يعني أمور تمثل الاتفاقية إطاراً للتعاون بين طرفيها من أجل المساهمة في تأهيل الأطفال وتساهم في علاجهم بعد برنامج حافل بالعطاء طوال الفترة الماضية ويمثل استجابة عملية لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في البداية حباً أشكر شمو الشيخ ناصر على هاي المبادرة الطيبة اللي عطى فرصة حق أطفال للتواحد أنهما يعني يكونون يندبجون مع العالم مع عالمنا طبعاً واضحة استفادت من الخيل من خلال أنها قامت تأخذ طاقتها الحركية أنها قامت طاقتها تقل شوية شوية قامت تتنوم أحسن من قبل صار تواصلها مع الخيل ويد أحسن خصوصاً أنهما بعد عندهم التواحد مشاكل حسية مشاكل حركية أولاً أشكر الغائمين على البرنامج الطيب وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر حقيقة برنامج مفيد للأطفال واستجاباتهم أسرع من التعليم الأكاديمي لقد شهد البرنامج تطوراً ملحوظاً في الجانب الصحي لدى الأطفال خصوصاً أن علاج أطفال التوحد من خلال ركوب الخيل ساهم في إيجاد الحلول الجذرية لدى الأطفال وخلق بيئة متميزة وصحية وفاعلة لعلاجهم إن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم بانتظار المزيد من النجاحات في السير على تحقيق كامل الأهداف المرجوة من الاتفاقية والتي تهدف إلى الاستفادة من التجارب على أوسع نطاق لصالح منتسبي البرنامج ولا شك أن الزيارات الميدانية بين البلدين الشقيقين سيكون لها ثمار واسعة في الفترة القادمة